قال حمزة جمل المدير الفني الاسماعيلي عقب الفوز على انبيبو ثلاثية ان الفوز اعطى دفع معنوية هائلة للعبين واضاف الجمل انه يسعى لتحقيق الفوز على الماصر اللي ابتعاد عن منطقة الخطر ومواصلة الانتصارات واكد الجمل انه سعيد بالحالة المعنوية المرتفعة للعبين وتوفير الاستقرار من جانب اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الاسماعيلي ووعدت اللجنة المؤقتة للاسماعيلي بصرف مكافأة فورية في حالة تحقيق الفوز على المصر والوصول الى نقطة 26 وعلق المدير الفني للدرويش على هاتريك فراس شواط ان التونسي من افضل المهاجمين في الدور المصري وقادر على الفوز بلقب المسابقة وقرر حمزة جمل المدير الفني الاسماعيلي منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الجمعة عقب الفوز على انبي بوسلسية مقابل هدف وقرر الجهاز الفني الاسماعيلي ايضا خوض مراود دي امام نجمة سينة استعدادا لمواجهة المصر المقبلة باستاذ برج العرب بالاسكندرية والمقرر اقامتها الخميس المقبل واستطاعت درويش تحقيق الفوز على فريق انبي ليصل الى النقطة رقم 23 محتلا المركز الرابع عشر ولديه مباراتين مؤجلتين امام بيراميدز والاهلي ترجمة نانسي قنقر